هو وزارة الصحة بحكم قانوننا وشغال الميكانيزم ممتاز بين وزارة المياه والريق وما بين الريجوليتر اللي هم الصحة ان شاء الله بيصير عندنا الريجوليتر كمان يقدر يمسك هذا المهمة وتصير من داتوريزي أستراليا وبريطانيا وبجهودكم من بحب اشتركوا في القناة من هذا المهندسة الثروة بخصوص المونيترين الانلاين منترين للووتر هل لو صار في مشكلة بيجيكي نوتوفكيشين اميدياتلي ولا يجب تتحركوا في القناة الانلاين منترين والسؤال الثاني ايش الكريتيري اللي حددتوها عشان تحطوا المونيترين المثال مثلا خلينا نخد اكزامبل قناة الملك عبدالله في عنا ستة مونيترينج بوينز شو الكريتيري اللي بناء عليها حددتي هذه النقاط هذا سؤالي للمهندسة الثروة في سؤال يمكن انجرال يمكن مهندسة رندا كخبرتها في مجال المختبرات ما بعرف الآن احنا بالأردن صار في عنا ناس منتجين للمياه غير غير المياه الشرب أنا بحكي نحك عن البقلات الآن أو الدكاكين اللي صارت كل دكانة عندها محطة تحلية ولا فيها كيميائي ولا فيها خبير ولا فيها واحد يعرف المي وبنتج بوخذ هالمي وبنتج بعرف شوه نسبة الرجاع كام لصوز عالية في كميات المياه اللي باخدوها ويأخدوا كميات المياه شرب في النهاية باخدوها بيروحوا ينتجوها طبعا بكواليتي أنا يمكن عملت شكل كم نقطة من النقاط وشربت مي وفعلا في مشكلة كبيرة في هذا المياه ف ايش دور وزارة المياه أو الشركات المياه هنا وليار موك في ضبط هذول الناس بطريقة زي ما احنا ضبطنا مياه هنا بال المونيترينج بلان والواتر سيفتي بلان ايش 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 نقدر نعمل للمنتجين هدول المهندسة نازك اتوقع انه نكس ستيب استرداريزيشن والافضل انه يكون في عنا ثرد بادي سيرتيفكيشن لشغلكم كواتر سيفتي بلان واخر التعليق وسؤال مهندس احمد انا من عشاق البولياثيلين بصراحة في مجال المياه بس دائما العتب على قدر المحبة زي ما قلوها لدينا مشكلة في البولياثيلين الضغطات العالية لا يعمل انت ما ذكرتها اذا نقارن اذا نقارن البولياثيلين بالانبيب الثانية الضغطات العالية البولياثيلين بيكون زي 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 اليو بي في سي كم بار اربعة لتمانية اذا نقارن هل هو قصدك الدكتايل في التريند الدكتايل برغم ان الدكتايل هو اكثر شي منتشر للخطوط الرئيسية صح؟ رائسي ويasures دائما الوحيد دائما رائسي رائسي تقارن رائسي الرائسي ان تطلق رائسي رائسي وطلب من المعزيرة أطلق المترجم للغاية هاي فور أوبريشن بيربوسيز الفحوصات الموجودة كافية بس دي هاف تو ساين ان يعني ما بوصلهم هلا كان في لجنة فنية للمشروع هاي اللجنة الفنية مكونة من كل الوزارات المهتمة في هذا المشروع وكان في اشي اسمه تريجر فاليو تريجر فاليو انه بس ترتفع تيربيتي يجيهم زي اللار مع الموبايل ابليكيشن الا انه لسه احنا ما وصلنا لمرحلة التنفيذ بس هدا يعني النكس تستب رح تكون هلا مين اختار المواقع هاي لجنة مشتركة من وزارة المياه والرأي ووزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الزراعة وبناء على المانديت تبعهم فكان في لجنة مشتركة في بداية المشروع وهي اللي اختارت اللوكنشن في التليمتري سيستم احنا متلا ازا كان مش مسموح يفوت للمحطة تربديتي معينة بننزل عنها حتى نقدر نقتو تيك ان اكشن بفور وساعدتنا كتير التليمتري ايام بعد اللي كان يدخل القناة من مصادر مختلفة بالفوسفيت مثلا فنقدر نلحق قبل ما يصير اي اشي نعمل اكشن هلا يمكن بسوان نضيف انو التليمتري هذول البراميتر كانوا مختارين من 15-16 سنة والعلم عم بيتغير والحاجات تعون الستيكهولدر كمان تبعونا عم تتغير فهلا ماعد التوتر نيترجين والتوسفورية في بغرضهم صاروا بدهم مور سبيسي في كنت مروحوا على انا او ثري وانا اشفور فهلا رح نستبدل جهاز التوتر نيترجين والتوتال فسفور في مدخل دير علا عند مدخل زي باناتشفور وانا او ثري ماحلات بيع المياه هي بصراحة مش مسئولية سلطة المياه هي تراقب من قبل وزارة الصحة وفيها تعليمات يعني واردة حتى للمحطات نفسها هذه مواصفاتها مواصفات المكان انه لازم يكون في عندك فن مختص مهندس مختص بس للأسف مش كلهم بتقيدوا برضو الفريكونسي اللي بيجروها على هاي المحطات يعني مش هي ديلي يعني هن فيه اشي بيعملوه مثلا كل ثلاث شهور فأحيانا يعني ممكن اذا المحطة وصاحب المحطة مش ملتزم فعلا تكون المي زي ما اتفضلت غير مطابقة ونحن كتير كنا مرات في ورش عمال لنقدم محابرات لما يعرفوا انه نحن من سلطة المياه يسألونا الحضور فوجهة نظرنا انه نحن المي اللي عم توصل للمواطن هي آمنة ومراقبة بطريقة مشددة لاني كنت سابقا مدير مدير مديرية المختبرات ففعلا يعني فيه رقابة صارمة على نوعية المياه والمياه خط احمر لا يمكن انه تضخ قطرة مياه خارج محددات المواصفات الاردنية حتى العالمية كمان فنحن شددين بهذا الامر يعني وهي مسألة اويرنس عند الناس اكتر والكونسب تبعهم يتغير لانه نحن هذا الكونسب خلص دخل مخهم انه بالضبط وبلغاية الان للأسف مش قدرين يعني يتغير مياه بالمياه شكرا لك حقيقة انا سعيد بوجود اخوات هنا بالخبرات هذه الجيدة لكن حتى نستكمل هذه الجهود نحن في حاجة لتشريع نزامي خطة سلامة المياه يجب تكون بقرار وزاري هذه الخطة يجب ان تكون من ضمن الهيكل الاداري جزء من الهيكل الاداري اللي مياه هنا لليار موك للحقبة للمحافظات جزء اساسي وإلا ستبقى اكترسايز زي ما حقيت الوقت اكترسايز او بالتبروجيكت ومش هذا الهدف منه لا بالتبروجيكت ولا اكترسايز يومي يجب ان تكون عملية يومية مستمرة مش عملت الخطة عملت رسك تسما زي ما حكيت حضرتك الرسك اليوم غير حسنتين ستغير الرسك اطلاقا وبالتالي رسك منجب هذا الرسك منتغير وبالتالي أنا بحاجة الى ادارة تتابعه وادارة تعمل له إذن وليس هو وخطة السلام في المياه هي دائرة مستقلة دائمة لها جهازها ولها مخصصاتها المالية وليس متطوعين تطوع مش هاد يدربه لكن المتطوع هذا بغروح ما انا مستفدش منه حاجة يجب ان يكون هذا موظف دائم وهذه مهمته الدائمة ويعمل ويعمل غير هيك وظل نعمل بايلوت دونرز لكن هذه ليس مهمة الدونرز وليس مهمة الجامعات هذه مهمة الشخص الذي يوصل المياه للمواطن مسئوليته يبدأها من كاتشمنت ايريا حتى تصل لفهم هلا هاد البرنامج اصبح معروف بالدولة لكن نحن بحاجة تشريع اتنين هيكال داري ثلاثة منجمنت ثلاثة بجد كل هاد سلسلة يجب ان يكون موجود في نفس الوقت حاليا في مرنامج اخر تمنا WMI منانع طلب مساعدة الامية العام لصرف الصحي اللي هو Sanitation Safety Planning انا حاليا عم بستخدم 25% من مياه الاردن للزراعة هي مياه معالجة فهذه الكمية يجب ايضا اعملها Safety Planning وبالذات موضوع الريوز لذا بتساغل وجود معالي الوزير هنا عنا وان شاء الله يديمه معنا ويديم اشهداته لنا احنا لما بصمم محط التنقيم لأينا ابدأ ابدأ بالإنديوز داعها الإنديوز داعها هو اللي بعمل مواصفاتها فاحنا عندنا مواصفات عامة لكل المملكة محطة معانة تنطبق على الشوبك تنطبق على الزرقاء تنطبق على الصمرة وبالتالي هذا عنا كل فيمالية رهيج علينا يعني حتى اوضح الصورة وبسطها مطلوب مني انه ازيل النيتروجين ازيل النيتروجين بالشوبك ليش ازيله بمعان ليش طبهم بمعان بنزرح فيه ضرق بنزرح فيه برسيم نفس شئي بالشوبك ليش أزيله أنا بحاجته إذن بدفع فلوس بشأن أشيره بعدين بيجي المزارع بدفع فلوس ونرجعه تالي فإذن إحنا بحاجة لنظرة شمولية لكل القطاع وإلا سنبقى في عملية وفي عملية مقاطع هنا وهناك مش معالجة شمولية إذن نبدأ من التشريع تشريعاتنا بحاجة إعادة مدر تشريع اللي وضعناها في 2006 على النماتودس إغز الأردن كانت موبوعة حاليا كنا معاليك بمحطة صمرة نلاقي عشرة إغز باللتر الواحد حاليا لا يوجد زيرو زيرو محطة الصمرة تعالج تردن الحافظات عمان الزرقة والبلقة تعالج سبعين في المية من مجاري الأردن تعالج كل الحفر المصاصية في ثلاث محافظات تعالج كل الحماء في ثلاث محافظات وخلال ثانية كاملة مخرجها زيرو إغز ولكني مصر أن أضحها بالمواصفة ومصر أنه بالسشاري يحط يونت لإزالتها بكلفني كابتل كوست وكلفنا غير من كوست أنا أعتذر معاليك بس استغلت وجودك لأنني بعرف بعرفك إنك دائما حريص وقلبك على البلد ومن الناس اللي نطقته حامية وشكراً للمجميعاً شكراً 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 أبو جمال شديد أظن هذه عبره عن يعني تنصية وإحنا حدث طبعاً نوصل لمرحل إحنا سلمان وإحنا إحنا حريصية ولكنت أقول أنا الشوف التبعي أطع في القطاع ومية سارات من دكي لكن ظاهر العمر أقل كتير من عمر الأحلام ما بعرف أهد السلام يا رب دكتور جمال شديد مشتكتور جمال مهندس مهندس جمال شديد من دائرة الطاقة أبو ظبي بهنيكم طبعاً على المجهود والإنجازات اللي قدمتوها والشغف والكلام اللي صراحة يعني يثلج القلب طبعاً أنا بتتكلم يعني دائرة الطاقة أو أبو ظبي طبعاً بدأت تقريباً من نفس الوقت اللي أنتو بدأتو إحنا بجوز خبرتنا في هذا الموضوع يعني ممكن نسردها ولكن موضوعين طرق لهم الأخ اللي صبقني الموضوع التشريعات وأصبح تشريع الدرينكين ووتر سيفتي بلان هو تشريع أصبح في تنظيمات وتعليمات جودة المياه ومطلوب وفي عليه أودت وكل ما ما يستوجبوا الموضوع هذا طريقة بداية الموضوع وقصة طويل ولكن يعني بحب أحكي إنه الموضوع بدأ في بداية البدايات كان في قالت وتجربة وبعدين بدأنا نطبق الموضوع هذا على جميع الشركات الموضوع الثاني اللي هو بعد ما وصلنا إحنا لمرحلة ما بعد الدرينكين ووتر سيفتي بلان إحنا بدأنا اللي هي في ريسايكل ووتر سيفتي بلان زي ما تبطلت ريسايكل ووتر سيفتي بلان بدأنا فيها تقريبا من أربع سنين وأصبحت كمان هي بالوقت الحاضر تشريع فالاستخداماتها لأنه دخلت في استخدامات الإرغيشن والأغريكولتشر والشيلد ووتر سيستم والإندستري فأصبحت كمان هي بحد ذاتها فيها ريسايكل ووتر سيفتي بلان بالإضافة لدرينكين ووتر سيفتي بلان إلها بروسيس كامل إلها أودت في معالجة تامة بتتم من قبل فريق خاص في هذا الموضوع اللي هو بتابع الأمور فالبدايات كانت صعبة زي ما أنتوا تفضلتم ولكن مع الإصرار ومع عمل إدخال والستيك هولدرز في الموضوع كان يعني إله دور كبير وفعال في إنه نحنا نقدر نطبق هذا الاشي وأصبحت حتى النموذج لأنه ما في إشي صح وفي إشي خطأ فيه ممكن شوف أنت أفضل النماذج ممكن تختار هذا النموذج وتطبق على الجميع فهي أنت بتحط مبادئ ولكن بالآخر هاي مبادئ وممكن كل دولي كل نظام إله خصوصيته عندكم موضوع ترانس باوندري إحنا في عنا الانباندلينج أنشأ شركات إنتاج ونقل وذوزيع وكل هذا يعتبر ترانس باوندري بالنسبة للشركات وأصبحت هاي شركات مرخصة وعليها إلزام إنها تقوم بعمل الووتر سيفتي بلان فإن شاء المشوار المر القاد بنسمع الموضوع الريساكل الووتر سيفتي بلان كخطوة تانية والتوفيق يعني ما شاء الله يعني هذا جهود جبارة ومشكورين عليها العافية لان اشترك اشترك الووتر سيفتي اشترك في القناة في القناة وفعلا جهود تستمر ومنظر نعمل تفكير وإحنا قلنا تذكري بالموضوع في 2020 لازم تكون وصلها بالتفكير سيفتي بجهود الإدارة العليا وإدارة السلطة المياه بالذات وشركات معها نوصل الرؤية بجهود الكل إن شاء الله شكرا كتير